السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم إحنا كل يوم في رمضان أو لا؟ عدا الجمعة والسبب من الخامسة حتى السادسة طبعاً فقط رمضان بعد رمضان نرجع للجدول المعتاد أهلاً وسهلاً بالجميع طبعاً اليوم عندي أكثر من موضوع موضوع محلي ما أدري إذا كان أيضاً دولي لكن محلي هو موضوع جميل جداً بعد ذلك أنا أتمنى الجميع يسمعني لكن أولاً هي رسالة للنساء الله يزيكنا الخير أمين؟ مين قال أمين؟ أنتم معي أه؟ صدق الله يزيكنا الخير عداد طعام وظيفة يتابعون مسلسلات يلفون ورق عنب ويصلون ترويح ويختمون القرآن برمضان أربع مرات كيف يلاحقون ما تعرف تبارك الله قولوا أمين لكن يوم تصلون الترويح مو ضروري تأتي بسبايدر مان معك ولدك فعلاً مو ضروري لأن فعلاً شوشون علينا حتى الآباء يا أخي إذا ابنك رضيع ابنك رضيع أو ابنك ما يعرف أداب المسجد ولا أداب الطاعة خل في البيت ما عندك حد تصل ببيتك الأجر أعظم نحن لا نمنعك عن أذاب لبيت الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إيماء الله بيوت الله إيماء الله بيوت الله ما نقدر نمنعك أبداً ما أحد يمنعك لكن نحن لا نريد منك أن تكوني سبب تشويش على المصلين صح شباب ولا لا أنتو تعانون نفس الشي كلكم في رمضان تعاني شيخنا أحسك تعاني تري تيبك أنا أحسك يا أخي مش طبيعي يعني والله العظيم تصلي الله أكبر واو واو تطالع تحس انفجر شي اليوم واحدة تصلت على الرادي يقول وان أصلي واحدة امرأة اليوم تقول فتحت موضوع في الرادي وعندنا برنامج القول الفصل هو برنامج محلي لأهل الإمارات ففتحنا الموضوع واحدة تقول كبرت تحط عدد مفتاح السيارة الحريم وين يعلقلنا بالشنطة صح عند الشنطة تقول جاء ولد أخذ مفتاح ورح وصل تخيل انت الحين تفكر تقطع الصلاة كيف أرد البيت الولد يسوق السيارة قلت زيني وش سويت قلت قلت استودع يا رب استودعك سيارتي قلت انت لازم تستودع أهل أبوظبي افرط طلع بالسيارة الولد ففعلا حريم أرجوك انت ما تشعره بالمعاناة احنا ما نعرف نخشع ولا نستلث بآية الله والله العظيم إزعاج عندك ابنك إذا انت ما تستطيعين ضبطه في البيت لا تأتي به صلي ببيتك وخلي عندك أما تأتي في لا المصيبة ليست هنا تتدرون واحدة اليوم الحريم وشا تقول امرأة تصد في الرادي تقول يجبون أكل وياهم القيمات وأكل صح صح في المسجد في المسجد انت يا توان سيرات أين تذهب ترى مسجد جميل منك أن تأتي لبيت إلا أنت وزوجك شعور طيب ترى تحط الواحد حط زوجته على المسجد بس لما تأتي بقروب وناسة معك هذا ما يرفع في المسجد لابد من الضبط أخلاقيات أخلاقيات بمعنى الزوج صلاة التروح ما هي فرد صح ولا لا يا أخي يوم خلي زوجتك تصلي خلي عيالك عندك يوم أنت صلي وعيالها عندك أو علموا عيالكم أداء بالمساجد نحن نعاني نعاني يعني أذكر مرة بصلاة التروح نصلي صلاة التروح واحد رجل أتى بولدة ولد صغير من جسية عربية أول ما كبرنا الله أكبر الولد يقول لأبو بابا ما لك بابا ليه ساكت بابا شوفي بابا بابا واخذ أذان خذ واتول الصلاة وأنا خاطر أقول يا ولد أبوك يصلي والأب يطالع لا أنت صليت ولا خليتنا نصلي فعلموا عيالكم أداء بالمساجد أرجوكم أرجوكم ترى رمضان مرة بالسنة شهر هذه اللذة نحن نستلث بصوت الإمام يعني أنا على ناس يذهبون لمساجد بعيدة من أجل تطرب آذانهم بالصوت الجميل فتأت أنتوا عيالك ترى هذه المشكلة من أساسها النساء أو الرجال ارفعوا صوتكم عشان أنتم ارفعوا صوتكم فعلا النساء هي النساء يعني بعض النساء تطرش عيالها يلا صيروا صيروا وعبد الله صيروا وعبد الله وهي في البيت تابع من رحيق الإيمان ما عندك سالفة مسلسل وكذا بالضبط وترسل عيالها وعيالها يأتون أو خذ عيالك علمهم الصلاة حتى تتفرغ لصديقاتها وحنا نتورط حنا نتورط خواتك في المسجد يتورطن يعني أرجوكم علموا عيالكم اليوم يعني بحادثة ضرب شنط بالحريم بالشنط من أجل مكان الصلاة وطعام رائحة الطعام والعيال والإزعاج أحدهم فصل الكهرباء على مصلى النساء أرجوكم هذا المساجد يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا المظهر فكيف الخلق أولى الخلق أولى الأصل في المسلم يوم يدخل المسجد يعلم عياله فأرجوكم يا نساء يا رجال حتى يعني بين لو سألتكم سؤال شباب بين كل مئة رجل كم واحد يأتي بعياله يعني كم يعني عشرة بين كل مئة امرأة كم واحد يأتي بعيالها 99 جروا يلا يا بابا تعال ماما تعال بابا تعلم الصلاة أوكي الله أكبر صلي بس تقول الله أكبر بقلب سبايدرمان حصل على الجدران هنا وين فأرجوكم يعني هذه المشكلة لا أقول أساسها الحريم أساسها الزوجين لأن الزوج يعلم أنه عيالهم مشاغبين يشوف زوج لا تأخذ عيالك ابقي معهم أنت تسيرين المول تجعلين عيالك عند الخدامات صح وحيانا تأخذ ما يصير ابقي عند عيالك وصل ببيتك وأجر بيتك وغرفة نومك أعظم من صلاتك في المسجد صح ولا لا هذا نص نبي نص الله عليه وسلم فالشاهد من الأمر لا تشغلوا لا تفسدوا عن ناس صلاتهم ترى أنت ما تأتي تصلي أنت تفسد على الناس للصلاة أنا هذا اللي حبيت أتكلم فيه لأن صراحة المشكلة يعني ليست حلها ليس بيد المؤسسات المشكلة هذه لا حلها بيد الإمام ولا حلها بيد المؤسسات حلها بيد من؟ من؟ الأسرة هي التي تحل المشكلة أنا ابني أعرفها ابني ما يعني تبارك الله ما يسكت لا حنا رجال ملترة حنا رجال اسمها ليه اسمها صلاة الترويح شباب؟ ليه؟ ليه يا حبيبي ليه اسمها صلاة الترويح؟ ليه الترويح لأنه يستريح ما بينه كل أربع ركعات قيل يستريح فسميت راحة من الترويح علمتم؟ زينا إذا حنا رجال نستريح كفا ما ظنك بالطفل كله طاقة يبقى الساعة كاملة يصلي شو تتوقع منه؟ يسكت؟ يلعب طفل هذا في النهاية حنا في الطيارة إذا سفر ساعة ساعتين نميل ونصبح على الشاشة نضغط وحنا رجال على الشاشة شوفي الشاشة كذا وإذا ما تتابع فيلم تتابع فيلم غصب عنك حتى تقضي الوقت أو تلعب أنا في الطيارة لعب بالآيفون حتى أقضي وقت وحيانا أنا أقرأ فما ظنك بالطفل طفل في المسجد أنت واقف ما يعرف شيء ولا يعرف شو تسوون ركوع صح جميل تعلم عيالك بس علمهم أدب إنه بابا إذا ابنك أقل من أربع سنين ورضيع لا تأتي به ولا تأتي به للمسجد لن يتعلم علميه أداب العبادة في البيت ثم نقليه للأعظم مثل السيكل تتعلم ولدك السيكل بالبيت في الحوش صح؟ ثم يطلع الدكان ولله المثل الأعلى في الصلاة علم ابنك انضباط الصلاة طاعة الصلاة ثم نقله للمساجد أما فجأة تدخل المسجد تحصل كيجيتو وتطالع الأصغار يركضون تسمع صوت تركضون المشكلة يوم تسلم فحصلوا كلهم وراك يصلون صح؟ هي سكوت من له كان تشك بالجن يا رجل يعني له للنبي صلى الله عليه وسلم قال تصفض الشياطين تشك إنه الجن تلعب وراك أول ما تقول السلام عليكم تحصل طالع العيال تبارك الله ملائكة فأرجوكم العوق منكم مو منه اللي يريد يصلي يأتي لكن لا يشوش على الناس واللي ابنه ليس بمؤدب خله في البيت أو يعلمه الأدب واللي يشوف ما يقدر يخلي زوجته في البيت ويأتي أو تداور يوم هو ويوم هي حتى نعرف نصلي نعرف نخشع نعرف نقرأ قرآن نعرف نختم نعرف نختم هذا الموضوع الأول عندك تعليق يا شيخنا شو رأيك في الكلام مية مية شو أنت عندكم نفس الشيء؟ في العين عندكم نفس الشيء؟ نفس الشيء الأطفال يا أخي الأطفال هم صح جنة لكن في المسأحنا هذه فترتنا في رمضان نشوف نفسنا يعني في الصلاة والطاعة يعني مشكلة مشكلة صراحة مشكلة مشكلة والمشكلة يوم تقول لأب والأم يا أخي سكت ولدك تقول والله مشكلة اللب هو عارف عنده يسمع عدالة وبكريبة بنفس الشيء ما يتعلم ثاني يوم يأتي شو؟ ما في فايدة قل لك لا قل لك ابني أنا ابني ما يسوي ابني مؤدب لا أنت مؤدب قدامك المهم علي كل حال علم وعيار